اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع حضراتكم يمكن في 3 اربع نقاط على بعض الاحداث العالمية ونتطرق لها من خلال المحترف ومهم جدا كمان ان احنا نعرف اهم طبعا اخبار نجمنا الكبير المتقلق محمد صلاح عشان كده هنبدأ يمكن حدثنا عن هذه الاخبار العالمية بصلاح ورونالدو صلاح ورونالدو بيتنافسوا على لقب الافضل في البريمير ليك الحقيقة محمد صلاح بيقدم يعني على المستوى محلي هناك في البريمير ليك مستوى اكتر من رائع كمان على المستوى القاري من خلال بطولة اوروبا بيقدم مستويات رائعة على الجانب الاخر يمكن كمان رونالدو بيقدم نفس العروض يمكن النهاردة يمكن زي ما بقول لحضراتك ورستان رونالدو يعني يعتبر بعد تعودته طبعا الى بيته الكبير زي ما بنقول وانتقاله من اليوفنتوس الى منشستان يونايتد كل الامال اليونايتد وكل جماهير يونايتد حول العالم مش في انجلترا بس بتشوف ان كريستان رونالدو هو الروح النبضة داخل هذا الفريق كمان زي ما بقول لحضراتكم الروح النبضة في من يونايتد هو رونالدو على الجانب الاخر محمد صلاح هو الورق الربحة دايما ليورجن كروب المدير الفني وكتيبة ليبربول النهاردة الحساب الرسمي للدور الانجليزي بيعلن عن المرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب في شهر سبتمبر طبعا تم ست اسماء اعراضوا من الموقع الرسمي للاتحاد الانجليزي اكيد كان على رأسهم محمد صلاح ورونالدو يمكن القائمة اللي علانها الاتحاد الانجليزي النهاردة بتضم البرتغالي جواو كاسلو ده طبعا مدافع فريق منشستر يونايتد منشستر سيتي اسف اسماعيلة صار ده لاعب وسط يمكن فريق واتفورد الالماني انتوني رودريجا ده طبعا المدافع القوي فيه فريق تشيلسي واخيرا نجم نيو كاسل المتقلق الانسان ماكسيمان كل التوفيق ان شاء الله محمد صلاح اللي بقول لحضراتكم بيقدم مستوات اكتر من رائعة وجد تشابه ما بين محمد صلاح حتى في شهر ستبتمبر ده وما بينه وبين رونالدو يمكن محمد صلاح لعب ثلاث مباريات لغاية دلوقتي في شهر ستبتمبر مع ليفربول حقق منها ثلاث اهداف على الجانب الاخر نفس الرقم ليرونالدو بحقق ثلاث اهداف مع الماني يونيت ترجمة نانسي قنقر